كل سنة ومتطيبة صخرة الحقيقة يعني وقى الجمعة عالمي بكل المقاييس في أي رياضة مش مهم قوي فكرة يعني طبعا فيه بريستيج وفيه نجومية وفيه شهرة فيه قدرات وفيه إمكانيات لكن كل ده على جنب الأهم من كل ده والسؤال اللي لازم كل واحد يسألوا لنفسه حققت إيه وصلت لإيه استغلت قدراتك وإمكانياتك دي إزاي وكتبت تاريخك في لعبتك إزاي تعالوا بقى نشوف العالمي وقى الجمعة دولاب بطولات متحرك وقى الجمعة الحقيقة في رصيده بطولات عالمية تفوق كل أندية أفريقية يعني وقى الجمعة الوحده كلعب متفوق على كل أندية أفريقية حنتكلم على وقى في دوري الأبطال ست ألقاب ستة بطولة دوري أبطال بنتكلم على ستة سوبر أفريقي بنتكلم على تلاتة أمم أفريقية بنتكلم على برونزية كاس عالم أندية بنتكلم على مركز أول بطولة كاس عالم منتخبات عسكرية بنتكلم على تمانية دوري وبنتكلم على ثلاثة كاس تتكلم على دولاب بطولات متحرك والحقيقة في قصته وفي مشواره كتير من العبر ودروس المستفادة وقال جمعة اللي تنقل من غزل المحلة للنادي الأهلي غير وقال جمعة اللي ودع الملاعب في النادي الأهلي عشان تعرفوا أن القصة مش قصة انتقال بس للقلع الحمراء لكن في بداية الانتقال أو مع انتقالك للنادي الأهلي هو بالنسبة لك بداية المشوار هو بالنسبة لك مرحلة انطلاق عشان تفجر وتعبر عن قدراتك وإمكانياتك وده بالزبط اللي عمله وقال جمعة عشان يكون واحد الحقيقة في تقييمي ووجهة نظر الشخصية من أفضل المدافعين اللي لعبوا في مصر كل سنة وانت طيب يا وقال